إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي صرف قلوب المتقين عن الشهوات والشبهات والمعاصي والمحرمات يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه أحمده فوالذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان دعي الأمور تجري في أعنتها ولا تنام إلا خالي البالي فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي وأقر وأذع وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا فعود على بدء بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة في واحة العلم ولازلنا في شرح الكتاب الطيب المبارك والذي هو تحت عنوان تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة ولقد بلغت ما ذكره المصنف رحمه الله تحت عنوان تلبيس إبليس على العلماء تلبيس إبليس على العلماء وتكلم بكلام نفيس إلا أني آثرت أن أبدأ للدخول في هذا الموضوع تحت عنوان تلبيس إبليس على أدعياء العلم تلبيس إبليس على أدعياء العلم وبادي أذبت إن أود أن أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات أن أقول للجميع للمشاهدين وللمشاهدات لا يستوي العالم والجاهل أبدا وأكد لا يستوي العالم والجاهل بمعنى إذ كيف يستوي من أنار الله قلبه بمن أظلم الله قلبه كيف يستوي من أنار الله قلبه بمن أظلم الله قلبه أيضا كيف يستوي من اهتدى بنور العلمي بمن ضل في ظلمات الجهل والعياذ بالله جل وعلا وأيضا كيف يستوي من تفقها في الدين بمن هو جاهل في الدين والعياذ بالله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال الإمام العلام بن التين كما ذكرت ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين من أجل ذلك أقول بقول الله جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا لن ولم يستوي بمعنى لن يستوي العالم بالجاهل ولم يستوي العالم بالجاهل يوما ما إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء لذلك أقول بإذن الله جل وعلا لا يستوي غاذى بذات لا يستوي النور بالظلال لا يستوي أمر الهدى بأمر الضلالة نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة ونعوذ بالله جل وعلا من الضلالة بعد الهدى ونعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان ونعوذ بالله من الجهل بعد العلم من أجل ذلك أقول سآتي بنموذج جمع بين الإثنين لكنه بدأ بالنهاية واختتم والعياد بالله بأمر شر بمعنى أنه بدأ بالعلم وانتهى بالجهل هذا النموذج جاء في كتاب الله جل وعلا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأجل ذلك أوجه النصيحة لنفسي وللجميع للعلماء وللوعاظ وللدعاء ولطلاب العلم وللجميع حتى يكون الناس جميعا على بينة بإذن الله جل وعلا لا يختر الإنسان على الإطلاق برجل سواء كان عالما أو كان واعظا أو كان داعية أبدا لأنه ربما فتم والفتنة لا تؤتمن على الحي لذلك أؤكد بقول ذكره الإمام العدلامة بن القيم ورحمه الله في مدارج السالكين نقلا عن الإمام يحيى بن معاذ الراز ورحمه الله رحمة واسعة قال ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعم بن باعورا وفي رواية بلعام بالألف بن باعورا آته الله الإسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ورغم ذلك فتن وضل والعياذ بالنهج جل وعلا وقال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يالهاث أو تتركه يالهاث هذا النموذج هو هو الذي أتحدث عنه الآن يقول فيه ربنا جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يالهاث أو تتركه يالهاث هذا رجل آته الله العلم هذا رجل آتاه الله الإسم الأعظم هذا رجل أوتي من العلم ما أوتي حتى أنه كان من أعلم أهل زمانه هذا رجل أوتي من البهاء في الطاعة والعبادة ما أوتي هذا رجل كان من الذين يشار إليهم بالبنان هذا رجل فضل على أهل زمنه اللهم إلا الأنبياء والرسل وأكد بمعنى أن هذا رجل كان بعد الأنبياء والرسل كان عالمة كان إمامة كان عابدة كان تقية كان ورعا فضلا عن ذلك آتاه الله الإسم الأعظم آتاه الله الإسم الأعظم لكنه فتن والعياذ بالله الجل وعلا هذا حتى أبين للجميع أن الكل معرض للفتنة لأنه لا عصمة لأحد على ظهر الكوكب الأرضي وقد انتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم لا عصمة لفلان ولا علام ولا للإمام فلان ولا للعلامة فلان لا أحد معصوم على ظهر الأرض لأجل ذلك يجب على المرء أن يحذر الفتنة فهذا الرجل متق الأمر على الإطلاق لكنه فتن فتنه قومه بالمال ثم ضل والعياذ بالله الواحد المتعال حتى شبه ربه في كتابه فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ومات على ذلك نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة ولن أتعرض إلى سرد قصته وجاز أن أقول قصته لماذا؟ حتى أستثمر الوقت فإنها معلومة في تفسير هذه الآيات من سورة الأعراف لمن أراد الرجوع إليها عند الإمام الحظ بن كثير أو عند غيره من أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا لذلك فإن ديننا حظة وحظة على العلم مع الإخلاص مع الانكسار مع التواضع لله جل وعلا وأكد فإن ديننا حظة وحظة على العلم وأكدها تارة أخرى حظة وحظة على العلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحديث صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم قلت وعلى كل مسلمة بمعنى أن اللفظ إنما جاء للتغليب أن اللفظ إنما جاء للتغليب شأن ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مالش يا أيها المؤمنات للتغليب لأجل ذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم أي وعلى كل مسلمة وإلا كيف يوحد العبد ربه بجهالة إن الجاهل لا يستطيع أن يوحد الله جل وعلا إن الجاهل لا يستطيع أن يعلم أن التوحيد على أقسام ثلاثة لن يستطيع أن يميز ما بين توحيد الألوغية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إن الجاهل لا يستطيع أن يعلم حقوق الله جل وعلا على العباد إن الجاهل بدون العلم يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا ولذلك انظروا إلى الذين عبدوا القبور انظروا إلى الذين عبدوا الأموات وتركوا رب الأحياء والأموات انظروا إلى الذين يطوفون حول الأضرحة انظروا إلى الذين ينظرون للأموات انظروا إلى الذين يستغيثون بالأموات انظروا إلى الذين يتوسلون بالأموات انظروا إلى الذين يدعون الأموات ويدعون رب الأحياء والأموات وما كان هذا إلا بالجهل والعياذ بالله جل وعلا لأجل ذلك فإن يؤكدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إذ كيف يعبد إذ كيف يوحد المرء ربه أيضا كيف يصلي بجهالة إذا كانت جاهلة كيف يزكي إذا كانت جاهلة كيف يؤدي النسك بالنسبة للحج إذا كانت جاهلة كيف يأمر بالمعروف إذا كانت جاهلة كيف أنهي عن المنكر إذا كانت جاهلة إلى أنغر هذه الأمور لذلك فإن الجهل جاء والعياذ بالله جل وعلا أيضا لا بد للمرء من العلم ولا بد للمرأة من العلم لا بد للجميع من العلم وإلا إن قل العلم وفش الجهل فلنترقب والعياذ بالله فتنا كقطع الليل المظلم ولذلك ظهر التكفيريون أيضا ظهر الخوارج ظهر الروافض ظهرت المرجئة ظهر هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء وظهر غيرهم من أهل البدع والإجراء وانتشروا في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد والعباد حتى صارهم السواد الأعظم والعياذ بالله جل وعلا في غيبة العلم وفي زمان غيبت فيه شمس الشريعة الإسلامية ظهر الجهل وفشل الجهل فتمخض عن أمثال هؤلاء تمخض عن القبوريين تمخض عن الروافض تمخض عن المرجئة تمخض عن التكفيريين تمخض عن الجهميين تمخض عن القوارج إلى آخر هذه الأمور لم يتمخض عن هؤلاء إلا برب البريات والعلم والقائم على الكتاب وصحيح السنة قال الفضيل بن عياط رحمه الله رحمة واسعة إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا وأكد قال الفضيل رحمه الله إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة خالصا أي لوجه الله جل وعلا أي أنه لابد وأن يقوم على دلالات الكتاب وصحيح السنة وأن يكون الإقلاص على رأسه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر هذه الآيات التي تبين ذلك لذلك أؤكدوا على العلم المصحوب بالإقلاص وتصحيح النية لله جل وعلا ومن الأجلة على حض وحث الدين على تحصيل العلم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خير يفقه في الدين وأكدوا عن هذا بالذات حتى آتي بالحديث الآخر الوارد عند الإمام الطبراني في الكبير وهو صحيح إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة حتى ولو كان عالما في الطاقة النووية في الطاقة الذريب في الطب في الصيدلة في الهندسة في هذه الأمور وكان جاهلا في الدين فهو منقوط عند الله رب العالمين الحديث هكذا بمتنه بالحرف الواحد إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لأن الأصلاء من خلقنا جميعا هو العبادة لله جل وعلا والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطل ولذلك أقول ركز يرحمك الله ولأختي ركزي يرحمك الله في هذا الأمر أيضا بنسبة الحديث الثاني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سغل الله له به طريقا إلى الجنة هذا سلك طريقا يلتمس فيه العلم لا ليماري به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا ليصرف إليه وجوه الناس لا ليتباهى به لا ليفتخر به لا ليظهر به على الأقران والأخدام لا ليظهر به على الرفاق والأصحاب أبدا بل ينكسر لله جل وعلا يتواضع لله جل وعلا ويعلم أنه يحصل العلم الشرعي لإزالة الجهل الواقع عنده فضلا عن تعليم الآخرين حتى يؤجر على ذلك لذلك أقول بقول النبي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سغل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب ليلة البدر وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به فمن أخذه أخذ بحظ وافر عض على هذا الحديث وأنت عضي على هذا الحديث إنه نور إنه نور بإذن الله جل وعلا لماذا؟ لأنه في فضل العلم والعلم نور بإذن الله جل وعلا ونور الله لا يهدى لعاصر أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل في هذه المسألة في فضل العلم والذي يبين تماما أن انتزاع العلم أن انتزاع العلم لا يقصد به الانتزاع الظاهري ولكن بموت العلماء وإذا مات العلماء ظهر الضلال والعياذ بالله جل وعلا الحديث عند الإمام البخاري فيه صحيح إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ركز ركزي إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقابضه العلماء ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي متن حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لأركزن على المتن مرة أخرى إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله جل وعلا ولذلك قال العلماء وإن وجود العلماء على الأرض أمان وحصن لأهل الأرض من الغضب والسخط والخسف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض من يقول الله الله لماذا؟ لقوله سابقا في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ليس فيهم عالم يأخذهم بالعلم إلى مناطي الهداية والإرشاد ولذلك فإني أضرب الوترى في هذه الحلقة بالذات وهي حلقة خاصة جدة للأحبة وللكرام وللأفاضل من أهل العلم الشرعي لذلك أقول بإذن الله والعلم نجاة لأهله نجاة للناس جميعا العلم نجاة لأهله نجاة للناس ما الدليل على ذلك جاء في الحديث الصحيحي الوارد عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح هذا الذي قتل تسعا وتسعين نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض إنه يريد أن يتوب إنه يريد أن يتوب إلى الله جل وعلا إنه يريد أن يرجع إنه يريد أن يؤوب إنه يريد أن يتصالح مع ربه جل وعلا وما الذي يمنع وما الذي يمنع إذا كان الله جل وعلا قد فتح باب التوبة لأصحاب الأخدود الذين ألقوا في الأخديد الآلاف من البشر من الرجال والنساء والشباب والشبات والأطفال والرضع هكذا في النار وجلسوا على الكراسي يضحكون عليهم رغم ذلك فتح الله لهم باب التوبة إن تابوا لكنهم ما تابوا لذلك أقول بقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم إلى آخر الآيات الكثيرات في كتاب ربي البريات المهم سأل عن أعلم أهل الأرض لماذا؟ ليسأله عن التوبة عن ضوابطها حتى يتق العوائق المهم فدل على عابد جاهل دله على عابد لماذا؟ لأنه رأى العابد يركع آناء الليل وأطراف النهار يسجد آناء الليل وأطراف النهار رأى العابد يركع ويسجد يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار لا يفطر لسانه عن ذكر الله جل وعلا فظن أنه العالم فدله عليه فذهب إليه فسأله هل لي من توبة؟ أي بعد إذ قتلت تسعا وتسعين نفسه قال لا لا لماذا؟ لأنه عابد وليس بعالم ليس بعالم ما وقف على النصوص ولا وقف على الأجلة ولا يستطيع الاستنباط ولذلك العابد مرهف الحس يعيش وحده في الطاعة والعبادة ولا يرى ما يحدث في المجتمع من آفات وأنات وأهات وإجرام ومعاصي وآثام لذلك استكثر الأمر وهاله الأمر قال لا لا فأكمل به المئة أي قتله وأكمل به المئة إذن الجهل أدى بصاحبه إلى القتل العابد جاهل لما أفتى بجهاله قتله الرجل فتسبب جهله في قتله لذلك سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله غلي من توبة؟ قال نعم فتح له باب التوبة ولذلك كان العلم أمانا للعالم لم يقتله الرجل أمانا لهذا تاب إلى الله جل وعلا أماما للناس جميعا في انتشار النور والهداية لأهل الأرض ولذلك نجى هذا ونجى ذاك الدليل الثاني والثابت من فعل بعض أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه لما كانوا في سفر وشج واحد منهم جاء حجر في رأسه فشجه فسألهم عن رخصة في أن يتيمم لا أن يختسل قالوا لا نجد لك رخصة فاختسل فمات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله هل إذا سألوا هل لا سألوا إذا لم يعلموا أول حاجة بن ألهه أنهم أفتوه بجهالة فلما أفتوه بجهالة كان فيها ممات الرجل فضلا عن التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفتوه بجهالة ولم يقفوا على العلم ولذلك قال قتلوه قتلهم الله انظر إلى باب الأمام هل لا سألوا إذا لم يعلموا هل لا سألوا إذا لم يعلموا لأنهم لو سألوا لعلموا ولنجى هذا بإذن الله جل وعلا ولنجوا جميعا من الإثم ولذلك قلت العلم أمان لأهله أمان للناس أيضا النقطة التي تلي ذلك العلم نور في القلب لا يجتمع مع ظلام المعصية العلم نور في القلب لا يجتمع مع ظلام المعصية بأكدها مرة ثانية العلم نور في القلب لا يجتمع مع ظلام المعصية نور في القلب نعم نور في القلب بمعنى أن القلب يستنير بهذا العلم فيسترشد به إلى الصواب ولا يكون في الباطل ولا يقع في الشبهات ولا الشهوات إذن لا يجتمع هذا النور أي العلم مع المعاصي ولذلك هذا الشفعي رحمه الله لما كان طفلا صغيرا واتجه مع أمير المدينة إلى مالك رحمه الله رحمة واسعة وجلس الشفعي وهو طفل صغير بين يدي مالك وأخذ يقرأ عليه من الموطأ دون أن ينظر في الموطأ يعني حفظا فأعجب به من بلاغته ومن لغته العربية السليمة لا يتحدث بالعامية ولا بلغة السوقية ولكن باللغة العربية الفصحى بلغة القرآن ولذلك أقول إن من تحدث بالعامية في دين الله جل وعلا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام وحسن الله وبركاته أهلا وسهلا شيف محمد زي حضرتك حياك الله ربنا يحفظي الله يبارك فيك وبرك في عمرك زيك الله كل حضرتك من فضلك أنا كنت عايزة أستشير حضرتك في موضوع مهم جدا يخص أخي بس جزاكم الله خيرا لو أقدر أخذ أي رقم هاتف لحضرتك ياريد طيب حضرتك أنا أرجو الإخوة يعطوه على ساس ما ينتشر بس كثيرا هذا رقم وبحذر إخوة يعني في بعض خانوات بنشروا لي رقم ما هو رقمي أبدا 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 وبيئذوا الناس هذا رقم موجود في الرحمة أرجو الإخوة يعطوه للأخت الكريمة حفظكم الله أقول بإذن الله السلام عليكم السلام وحسن الله وبركاته أهلا وسهلا أيها سيدة الشيخ حياكم الله ربنا يخليك جزاك الله كل خير لو سمحت والله أنا عايزة أعرف بس أي من البنوك الإسلامية اللي ممكن أحط فيها الفلوس بتاعتي حاضر أنا مش عايزة بنك ربو عايزة يعني أنا متضايقة نفسيا من ساعة مزمات وكده وبقالي كتير قوي عاوزة أشوف الحكاية هدلك على بنوك إسلامية حاضر إن شاء الله ناشي حاضر جزاك الله كل خير ربنا يخليك يا رب حكرا جد برك الله في عمرك يا أمي تفضلي إذن حينما أقول لا يجتمع نور العلم مع ظلام المعصية في قلب عابد أبدا واكن الشفعي كم طفل يا جماعة طفل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله أخي الحبيب نعم قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفضل تحت أمرك تفضل قلنا عزيم رقم حزيتك موجود في الكنترول وتحت أمرك في أي لحظة أقول بإذن الله طيب السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا أمك أكلم يا شاك محمد سمحت فضلي فضلي أنت يا شاك محمد تحت عمرك فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذنك يا شاك محمد ممكن تتكلم بأختي شيء من الشيخ محمد أعلى رأسي أهلا وسهلا السلام عليكم أفضلي أذكي الشيخ محمد أسأل الله يبرك في عمرك أسأل الله عظيم رب الله عظيم أنا يجعلك مع النبي وصدتي والسهداء أمين وبشكرك على البيتنامج ده ويا رب يجعلك ميزان حسناتك أسأل الله يبرك فيك أسأل الله يرفضك أسأل الله يجعلكم من الصالحات طيب أتم بإذن الله يجل على الأقول الشافعة جماعة كان طفلا صغيرا وجلس بين يدي الإمام مالك هل تتخيرون الأمر إنه جلس بين يدي أعلم أهل الأرض في زمانه وهو طفل إن الطفل حينما يجلس بين يدي داعية أو واعظ أو عالم يرتجف وحينئذ ترتجف أوصاله وتتز أوصاله وترتعر فرائصه ويسفر وجهه هذا يا جماعة يجلس بين يدي الإمام مالك إمام أهل الأرض مش بقول إمام درهج إمام أهل الأرض ورغم ذلك قال له تقرأ من الموطأ قال لا بل أقرأ من صدري أنا حافظ أنا حافظ قال اقرأ يا بني فأخذ يقرأ أي حفظا فلما قرأ أعجب به مالك فنظر إليه فراس يا جماعة والعالم بالنسبة لطالب العلم كما الطبيب بالنسبة للعليل فنظر إليه نظرة ثم قال بني إني أرى أن الله قد نور قلبك بنور المعرفة شوفوا الكلام مرة ثانية بني إني أرى أن الله قد نور قلبك بنور المعرفة فلا تطفئ ذلك بظلام المعصية يعني يا بني أنا شايد بفرستي بإيماني أن الله جل وعلا قد أنار قلبك بهذا العلم فلا تطفئ هذا النور في القلب بظلام المعصية لأن المعصية لا تجتمع مع هذا النور أبدا ولذلك جاء في ترجمة الشافعية رحمه الله وقد وثقناها بإذن الله جل وعلا أقول جاء في ترجمة أنه كان يقول كنت أقرأ الشيء مرة واحدة فأقوم أي بتسبيعه لشيخ وكان الشيخ أحيانا يقول أو يقرأ لطالب حينئذ أحفظه حين يتم الشيخ قوله يعني بمجرد الشيخ يقرأ الشيء مرة واحدة وهو مش لي لغيري أحفظه وذات يوم أخذت أقرأ فما أحفظ أقرأ فما أحفظ فشكوت لشيخ وكيع جرح البعض في قضية وكيع وقال ليس هو بوكيع ابن الجرح إلى آخر هذه الأمور دعك شكوت لشيخ وكيع وقلت له كذا فقال بني علك فعلت معصية قلت نعم وقع بصري على كعب امرأة قال تب إلى الله يا شفعي فتبت إلى الله جل وعلا فعدت إلى الحفظ ثم قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يا سلام بيتين موجودين حتى في ديوان الشفعي توثيق شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يعني حاجة ما في بعد كذا بإذن الله جل وعلا ولذلك قال العلمة والعلم نور في قلب صاحبه أينما حل حل به أقرب المسألة أكثر قال أبو حامد رحمه الله بتحقيقنا والذي يتجه إلى الطريق المستقيم بعلم شأنه كالمسافر شأنه كالمسافر في ليلة مظلمة لماذا؟ يعني مثل مسافر مسافر بالليل ليلة مظلمة جدا مش شايف أي حاجة وأمامه طرق متشعبة وأودية ويحتاج طريق واحد لو سلك غيره هيضل أمامه طريق وطريق 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 وبعدين ما في قمر ولا في شمس ظلام إذن كيف يسلك طريقة لا بد له إما من شمس مشرقة وإما من قمر منير والشمس المشرقة كتاب الله جل وعلا والقمر المنير سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هذا مثل المسافر المسافر محتاج يا نور قمر يا نور الشمس بالنهار كذلك الذي يسلق الطريق محتاج إلى الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي روه الإمم مالك بلاغا ولا هو شاهد يتقوى به تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر بذلك واصل الهدف بإذن الله وأنا كل ثقة في أن الكلام إذا خرج من القلب لا بد وأن يستقر في القلب أما إذا خرج من اللسان فإنه لن يتعد الآذام وأسأل الله جل وعلا الثبات لي ولكم جميعا المهم النقطة التي تليها العلم يحصل للعمل به العلم يحصل للعمل به قال العلماء العلم يحصل للعمل لا ليماري به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا ليصرف إليه وجوه الناس بمعنى هذا ما جمع العلم حتى يجمع حوله السفهاء أنا عالم أنا أعلم من على ظهر الأرض عندي من العلم كذا وعندي كذا وقرأت كتاب كذا وحصلت من العلم كذا أبدا أبدا ولا ليجادل به العلماء حتى يقول فلان أخطأ وفلان ضل وفلان كذا وفلان كذا من أهل السنة ولا بأس بغيرهم والعياذ بالله الجل وعلا أتحدث في أهل السنة ثم يجرح يجرح في هذا ويجرح في ذاك ويلبس عليه الشيطان أنه يتحدث في الجرح والتعديل وإنما هو يتحدث في الجرح والتجريح يجرح إخوانه يأكل لحومهم ويزين الشيطان إليه أنه يقم معهم على اعتبار أنهم مبتدعا وما هذا إلا بفعل الشيطان الرجيم حتى يؤدي به إلى الجحيم فليحضر طلاب العلم يرحمهم الله ولذلك فإن المصنف رحمه الله ضرب على هذا الوتر بأن المرأة ربما أكل في لحوم إخوانه وتكلم في إخوانه وزين له الشيطان أنه يفعل ذلك من باب الجرح والتعديل وما فعل ذلك إلا من باب الحسدي والغم والهم والعياذ بالله جل وعلا قال أبو حامد رحمه الله وربما زين الشيطان لفئة أن تتكلم في أخرى وأن تجرح في أخرى وأن تنال منها ويزين الشيطان أن ذلك قرب لله جل وعلا خلاص يفعل ذلك قرب ثم بعد ذلك يزين لهم أكل لحوم إخوانهم والله وحده أعلم بالمقاصد والله أحده أعلم بالمقاصد أن هؤلاء ما نصحوا لله أبدا ما نصحوا إخوانهم أين أنتم من الحديث الصحيحين الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أين النصيحة هل لا نصحتم هل لا أخذتم بأيدي إخوانكم إلى الحق لا إلى الشطط هل لا أخذتم بقلوب إخوانكم إلى الحق حتى تؤجروا الحديث من طريق علي وإن الحديث صحيح لئن يهدي الله بك لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أما وأن تجرح أما وأن تجرح فقط أما وأن تنال من إخوانك فقط أما وأن تسقط الأحكام على إخوانك فقط أما وأن تحذر من إخوانك فقط أما وأن تسد الطريق على إخوانك أما وأن تقعد لهم على الصراط كما يقعد الشيطان أما وأن تسد عن سبيل الله فلست أبدا من أهل الفضل ولا من أهل العلم واعلم أن الله لن يجعل لك قبولا بين العباد ولا في البلاد وعلم أن الله جل وعلا لن يجعل لك ذكرا باقيا في الأقطار ولا في الأمصار أبدا أحمد بن حنبل كما ثبت بطريق الصحة الوقفية عليه يقول والله تمنيت أن يجعلني الله فداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الرجل من رحمته يتمنى أن تدخل الأمة بأثرها الجنة الرجل برحمته وطيب قلبه يتمنى أن لو يكون الفداء المهم أن تدخل الأمة وأن تكون هادية مهدية وهذا يتمنى لهم الضلال ويتمنى التصنيف والجرح وأن ينال من إخواني ثم ماذا بعد ذلك ثم ماذا بعد ذلك تجلب على إخوانك بخيلك وراجلك لا ما يجوز بل أجلب بخيلك ورجلك على أعداء الله جل وعلا ولا يكن ذلك على إخوانك لا يكن ذلك على المحبوبين من أهلك لا يكن ذلك على الدعاة إلى الله جل وعلا أبدا لا بل عليك أن تتق الله جل وعلا ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث ورد في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاثة أولهم عالم ومت قارئ عالم قارئ أول واحد هذا الذي حصل العلم حتى يقال وقد قيل ثم يقذف به في النار والعياذ بالله الواحد القهار هذا القارئ السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أهلا وسهلا حياكم الله كتر الله خيرك يا رب وكتر الله أمثالك ربنا يبارك لك ويجعلك مزام حسناتك يا رب أسأل الله يجزيك خير الجزاء الله يخليك يا ابني أنا خذت رقم حضرتك وحطسل بك الله يكرمك على رأسي الله يكرمك ويجبك خير عننا وعن المسلمين كلهم يا ابني تحت أمرك بزاك الله كل خير السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدلت الشيخ محمد تحت أمرك فضلي ربنا يبارك في عمر حضرتك حفظك الله وبرك في عمرك الله يعزك ويعز الإسلام بك وصرف عنك السوء وبرك لك في أهلك وفي كل ما أتاك الله يبارك في عمرك ويديك الصحة يا رب فضلي أعيز أن أكلم حضرتك في موضوع مهم بس أمش أعيز على الهواء أعيز أرقم تلفون حضرتك طيب بس يعني عايز الموعيد اللي فضلتك ردت علي فيه بعد الحلقة بنصف ساعة يكون مفتوح التلفون على رأسي إن شاء الله على رأسي إن شاء الله السلام عليكم أهلا وسهلا كيفك يا شيخ حياك الله شو أخبارك حفظك الله أني أحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحتني من أجله أستحرك في الله يا شيخ فضلي حبيب أريد أن أتدبر هذه الآية فضلي حبيب يا أيها الذين أملقوا أنفسكم وأهليكم نارة كيف أتدبرها يا أيها الذين أملقوا أنفسكم وأهليكم نارة كيف أتدبرها نعم كيف أخشر الله؟ على عباد الله جل وعلا يا أخي إن الذي أعطاك قادر على أن يسلبك يا أخي هذا العلم فضل من الله جل وعلا لكن إن حصلته بدون تربية وبدون تصفية وما عندك من الأخلاق ولا توضعت لله جل وعلا اعلم اعلم أنه شر عليك حصلت العلم حتى يقال أنك عالم أنك فقيه أنك محدث أنك كذا سيقال لكن لا خلاق ولا نصيب لك في الآخرة بين يجي الله جل وعلا وكذا من جمع العلم وحصل العلم ثم كتمه عن عباد الله جل وعلا الجمه الله بلجم من نار يوم القيامة ولذلك ليحذر ليحذر أحبابي ليحذر إخواني من هذه الأمور أسأل الله الثبات للجميع والعلمة هم أهل العلم والتواضع هم أهل العلم والتواضع في مصنفاتهم في دروسهم في معتقداتهم في كل شيء يقول الشافعي رحمه الله بطريق التوثيق والتثبت وديدئته هكذا وديدئته أن الخلق تعلم هذا العلم على أن لا ينسب إلي شيء منهم يعني يا ريت تمنيت أن كل العالم يتعلم العلم وما يحتجوش إلي أبدا ولا ينسب أحد إلي كلمة واحدة من العلم ما يقولش قال شافعي ولا هذا من علم شافعي وهذا من تواضعه ومن قوفه من الله جل وعلا ومن إخلاصه عليه رحمة الله جل وعلا يقول الشافعي أيضا والله ما نظرت أحدا إلا وتمنيت إلا أن يجعل الله الحق على لسانه هو يعني ما نظرني أحد في مسألة فقية أو حديثية أو لغوية أو في أي باق إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه هو بمعنى لا أتمنى أن أكون أنا المنتصر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحبك أفليش أحبك الذي يحتني من أجله الله يكرمه بارك الله في عمري بس من بعد إذنك مشان قناة الأحمد هي نعم بس يكون في رد يعني الله أنا مثلا البارحة بتفرج أي في بعض النقط مثلا عبول تبع التفسير القرآن الكريم أي نعم مثلا عن مجاهد عن كذا عبكذبوا كل هالأخبار أي والأحاديث الصحيحة عبكذبوها أنا رجعت على دولا بأربع حلقات الله يبرك في عمرك كان آخر حلقة في الحكمة مدتها ساعتين ونصف نعم وبينتوا والحمد لله فنتوا مزعيمهم وما استطاعوا أن يردوا أبدا حتى لنا مناظرة معهم كات في الكويت كات مع نصف من كشمير يتبعون هذا الفكر بالله الحمد ساعتين لكن بتاعت الحكمة موجودة بإذن الله جل وعلا وفندنا وردت على أمير مش عايز أقول أمير المؤمنين لهم على أمير المجرمين لهم نعم والله الحمد والله ياخد لو جبتها ترى أنهم لا شيء لأنهم ليسوا على شيء الله أخي يكرمك زاك الله خير زاك الله خير بارك الله في عمرك طيب أقول بإذن الله جل وعلا أيضا هذا الشفعي رحمه الله يقول وهو يموت ليتني ما صنفت كلمة قل ولم قال لأني أعلم قول الله جل وعلا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير أكد ورايا القيل والقال وأكد عندي أخطاء لماذا لأن العصمة ليست لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا أيضا هذا رجل من أئمة السلف وهو عون بن عمارة عون بن عمارة يقول سمعت هشاما الدستوائي هكذا بالتشجيل مع الفتح الدستوائي رحمه الله يقول والله ما أستطيع أن أقول أني حصلت يوما قط علم لوجه الله أبتغي به وجه الله أي مش قادر لأنه ربما لم يكن لوجه الله جل وعلا فأكون مفترية هذا رجل من تواضعه من إخلاصه من انكساره يقول ذلك أيضا الإمام الذهبي لما قرأ هذه لعون قال ووالله أنا يعني أنا كذلك والله لا أستطيع أن أقول إنني حصلت علما أبتغي به وجه الله جل وعلا فقد كان سلف يطلبون العلم لله جل وعلا وقال بعضهم ما أنا عالم وكان عالما ملأ طباق الأرض علما قال والله ما أنا عالم ولا رأيت عالم الله أكبر الله أكبر على الإنكسار سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا بحضرتك إني أحبك في الله أحبك الذي يحتني من أجله بالنسبة حضرتك يا شيخنا إحنا منهجنا كسلف اللي إحنا نتبع الكتاب والسنة أي نعم أنا بالنسبة لحلقات اللي تخص السحر يعني حلقات اللي تخص السحر تمام حرق كان فيه اللي هو يعني الواحد لو مصاب بسحر أو حاجة حرق كنت بتقول وصفات معينة أي نعم صحيح فأنا الفكرة كلها اللي أنا عاوز أعرف هل الوصفات دي من كتاب والسنة أحسنت أحسنت أجيب مثلا اجتهاد علماء أو اجتهاد حاضر حاضر أجيبك عليه الآن حتى قبل ما أنطلق ميش شكرا أزاك الله كل خير صحيح أن كل شيء في دين الله جل وعلا السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا أزاك شيخ محمد أزاك الله كل خير وبركة في عمرك أسأل الله يحفظكم الطيبين والصحة والسلام يا ربي بارك لك تدعي لي وتدعي العيالي والزرقه وإخواتي وهم أسأل الله أن يبارك فيك وفيهم وأن يحفظكم من كل سوء وأن يجعلكم من الصالحين أعز أسألك على أسألة الله يبارك لك فضلي آآ فيه واحد يتوفى آآ نعم يعني هو ما كانش بيصلي بس كان بيع من كل أعمال الخير آآ نعم بس الحاجة لا حدا ما كانش بيعملها أن هي الصلة آآ ففيه واحد ما تبش يصلي عليه آآ إيه حكم اللي ما صلاش وحكم اللي مش بيصلي حاضر حاضر يا أمي حاضر الله يبارك لكم بيصلي على رأسي آآ بالنسبة للملكان اللي بيتلبسها على الهدوم اللي بتتبعها في المحلات آآ هل الملكان دا فتنة؟ آآ الله يبارك لك يا رب تتبعها يا الله يبارك لك حاضر 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 إن شاء الله أقول بإذن الله جل وعلا ردا عن الأخي قبل أن أنطلق في الموضوع بالنسبة نعم إنما ردنا إلى كتاب الله وصحي سنة محمد صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة للوصفات أقول لأخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم رقاكم اعرضوا علي يعني اعرضوا علي الرقا اللي عندكم لو أن الأمر ليس فيه سعة لو أن الأمر ليس فيه سعة ويتوقف على الكتاب وصحيح السنة فقط ما قال النبي ذلك ولكن كان يقول خذوا عني رقاكم ولم يقل اعرضوا علي رقاكم لنعرضوا علي رقاكم أي نأخذ منها ما توافق مع ما نحن عليه ونرفض منها ما لم يتوافق مع ما نحن عليه ثانيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه يعني في الرقية فلينفع من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع وأيضاً من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شركة وفرق ما لم تكن شركة المهم وضع الأئمة ضوابط ثلاث أولاً أن تكون باللغة العربية أن يكون لها أصل معمول به في دين الله جل وعلا أو أن يكون لها في دين الله جل وعلا ما يشهد لها ثالثاً أن لا يكون فيها مخالفة لما جاء في كتاب لا أوصاع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك اجتهد العلماء مثلا الطريقة لنا ذكرتها طريقة ورق السدر ذكرها الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير المعوذتين في تفسير جزء ثلاثين من كتاب الله جل وعلا وأن أسباه إلى وهب بن منبه ورغم ذلك تؤخذ لماذا؟ لأنها من بب من استطاع منكم أن ينفع أخاه وهي مجربة أيضا ذكرها المفسرون لم يقف الأمن عند هذا الحد الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة يستدل بها في كثير من فتاوي في هذا الباب أيضا شيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة بالنسبة لفتاوي في هذا الباب يقرأ لها في العين وفي كت وفي كت بل الأكثر من ذلك حتى في رقية الإمام العلامة بن القي لما جاء برقية في العين لأبي عبد الله البجي رحمه الله رحمة واسعة اللي حرس حابس وحجر يابس وشاب قابس رددت عين العائن عليه ثم قال وعلى أحب الناس إليه قال الشيخ بن باز رحمه الله فيها تعدي كما ذكر ذلك الإمام بن القيم فيها تعدي وهو على أحب الناس إليه أخذ لتصل وأكمل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته أهلا وسهلا كيفك يا شيخ؟ حياك الله وحفظك كيف حالك؟ أتسأل الله يبارك فيك ويحفظك والله ينحبك في الله أحبك الذي يحتني من أجله والله أسألك الدعاء لنا والله أسأل الله يجعلك من الصالحين أسأل الله يبارك لك في كل ما آتاك أسأل الله أن ينيلك ويعطيك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم طيب أكمل بإذن على سبيل السرعة ورغم ذلك أقرت هذه ولم تثبت لا في كتاب ولا في صح السن الإمام الحافظ بن حاجر في كتاب الرقية انظروا ماذا كتب فيها من أشياء مجربة عظيمة جدا كورق مثلا الفاكهة كورق السدر إلى آخر هذه الأمور المهم طريقة عائشة رضي الله عنه ذكرها الإمام مالك في الموطأ رحمه الله رحمة واسعة ذكرها المأمن أب أور شتى اليوم من أبار شتى إلى آخره المهم أعتقد أنني أتيت يعني باللازم في أقل وقت بإذن الله لأن الأمر يحتاج إلى إطالة لكن هذا مفيد للصدر بإذن الله جل وعلا المهم أتحدث بإذن الله عن أهل العلم حتى لا أقطع موضوعي وسأجيب في آخر الحلقة عن بقية الأسئلة وأجبت عن هذا حتى لا أنساه وحتى لا يكون في صدر أخي الحبيب الذي اتصل شيء من هذا وإني ناقل وحينما أنقل أنقل بالحرف الواحد يعني ابن عثيمين عن ابن باس ابن القير ابن تيمين عن غيرهم في هذا الباب طيب العلماء هم أشد الناس بلاءة وأكد يا جماعة العلماء هم أشد الناس بلاءة من خلال الحديث الصحيحي لما سئل صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاءة قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والمعلوم أي العلماء ثم الأمثل فالأمثل لقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء نأخذه على سبيل المثال بس مش هفصل لو فصلت ما كفى الوقت لجواب واحد أو حتى لصورة واحد أو للموذج واحد بس أنا هجب على سبيل الصرعة مثلا ما جرى لكبار وأوساط وصغار التابعين هذا يكفي عظيم من الابتلاءات بل أقول ما جرى لأبي أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة وارضي عنه أرضاء ما جرى لسعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة حتى ذبح كما تذبح الدجاجة ما جرى لسعيد بن المسيب رحمه الله بالتشجيل مع الكسر على الياء هذا سعيد بن المسيب الذي كان إمام أهل الأرض وإمام التابعين هذا رجل قلد ظهره وسكب جرة الماء على رأسه وفعل به الأفعيل وطيف به أمام الناس إلى آخره يبقى سعيد بن جبير سعيد بن مسيب وهذا أبو أويس وأيضا الإمام المالك ما جرى له ولي أبي حنيف ما جرى له ولي الشافعي ما جرى له ولي أحمري بن حنب الإمام أهل السنة وقامع البدعة ما جرى له على مدر ستة وثلاثين شهر حتى أن ذراعاه خلعا هذا رجل أدمي وجهه فكان يصلي والدم يملأ وجهه حتى قيل له تصلي والدم يسيل على وجهك قال صلى عمر قاعد ينزل دم وصلى وفي هذا رج على من قال بأن الدم الذي يخرج من غير سبيلين يبطل الصلاة وأيضا ما جرى لأحمر بن ناصر ذبح وعلقت رأسه في مكان وعلق جسده في مكان على مدار ستة أعوام وما جرى أيضا للإمام النابلسي ذبح حيا وسلخ حيا ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرهم لو عددت منتهى الوقت المهم ولي حطيت الزيات وغير وغير إلى آخره قال الذهبي رحمه الله اسمعوا معي دي أقول لآبائي هذه هدية في درسي اليوم أقول لآبائي أقول لأمهاتي أقول لإخواني أقول لأخواتي أقول لأبنائي أقول لبناتي بنا نتمتع بهذا العلم وننظر ما جرى للعلماء حتى نعلم أنهم أهل الإبتلاءات ورغم ذلك فالله لطيف بعباده قال الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي يقول في سير أعلم النبلاء ذكر الحاكم رحمه الله الحاكم يروي عن أبيه هاهنا يقول أن أباه وحدثه بالنسبة لأخبار أبي عثمان الحيري هكذا الضبط أبي عثمان الحيري شيخ الإسلام الذي كان إماما وكان عالما وكان فقيها وكان عابلا وكان لا يخشى في الحق لأم تلائم المهم نتحدث عن أبي عثمان الحيري احفظوا الأسماء دي احفظوا الأسماء دي عن أبي عثمان الحيري كتب عنه في 25 ورقة المهم نجيب موقف واحد قال سمعت أبي يقول لما قتل أحمد بن عبد الله الخيجستاني وهي بالفتح على الخاء والكسر تحت الجيم الخيجستاني أحمد بن عبد الله الخيجستاني هذا قتل إمام أهل الأرض في زمان قتل إمام استولى على العباد وقتل الإمام حيكان قتل إمام حيكان ابن الذهلي رحمه الله رحمة النساء بعد ما قتلوا ظن أنه استولى على الأرض وأن أحدا لن يجرؤ على الوقوف أمام وأن أحدا لن يستطيع أن يصدع بالحق أمام ما كان منه إلا أن وقف في وسط الناس وأمر بحربة لا أقول بحربة بحربة ثم وضعها قال أهل العلم ثم أتى بخشبة والتي يحمل فيها الأثقال على ظهور البعير فأتى فدكها في الأرض ورفعها ثم أتى بالأعيام بالأغنية بالتجار بالأثرياء وقال إن لم تملأوا غاذا المكان ذهبا وفضة وتغطوا رأسها فإني أبيح دماءكم كلكم هاتذبح كلكم غطوها يلا بالدراهم والدنانير الذهبية وبالفضة إن رأس العصة هذه ما تغطتش بالدراهم والدنانير مش مدجرة دراهم ودنانير ذهبية من ذهب يبقى خلاص كلكم هذبحكم أبحتوا دماءكم كله أعد يجيبوا كل يجيب اللي يمتلكوا وتقسموا ذلك على تاجر جاء عليه يعني حسبوا لي قالوا عليك ثلاثين ألف وهو لا يمتلكوا إلا ثلاث آلاف هذا الرجل كل ملكيته من الدنيا ثلاث آلاف درهم قالوا انت عليك ثلاثين ألف درهم يذهب إلى من يذهب إلى من الظلم عن يمينه الظلم عن شماله الظلم من أمامه الظلم من خلفه لذلك ما كان منه إلا أن جرى إلى الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عثمان الحير قالوا أتيتك وتعلم ما قاله الرجل أباح دماء ووالله ما أتوصل إلا إلى هذا ما عندي ولا أملك أبدا ولا عندي إلا ثلاث آلاف دول ما عندي أبدا ماذا أصنع نظر إليه الإمام شيخ الإسلام الرباني نظر ثم قال يا هذا أتحب أن أصنع أنا لك الخير قال ما جئتك إلا لذلك افعل الخير قال تعال عندي يعني تعلقت بأي عندي فأدخله دار المسجد اللي بيصلي فيه أدخله دار ثم خرج الإمام بثلاث آلاف فوزعهم على الفقراء والمساكين أنت تقول إيه دي لو فكرت بعقلك هذا دروشة ضيعنا رعنا إلى آخره أبدا أبدا ومن يتوكل على الله فهو حسب وقبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نحن بحاجة إلى يقين نحن بحاجة إلى يقين لا إلى تجارب لا نجرب الكتاب ولا نجرب صحيحة سنة أبدا نحن بحاجة إلى يقين هذا المهم وزعها ثم أقض يدعو للرجل يدعو للرجل يدعو للرجل على اعتبر أن الصدقة هذه تطفئ غضب الرب وأنها تدفع عنه الشر بإذن الله جل على وهو يدعو ثم عاد إلى مزدي وبعدين جيه للعبد الغلام بتاعه الفرغاني هذا وقال له انظر انظر اقترب الفجر قال له اقترب الفجر أذن الفجر قال له لن أقيم الآن لن أقيم اذهب إلى السوق فانظر اذهب إلى السوق اي نحن الفجر قال له اذهب اذهب راح ثم عاد هل رأيت شيئا قال لا ما رأيت شيئا أخذ يستغفر ويدعو ويدعو قال اذهب إلى السوق اذهب إلى السوق مرة ثانية فعاد الولد إلى السوق فجاء ويقول الله أكبر الله أكبر ماذا جرى قاله شقت وقدت بطنه هذا الرجل اللي هو مين أحمد بن عبدالله الخيستان قتل واحد ذبحه وقد بطنه واحد قتله سلط عليه آتله في الساعة دي فتح بطنه وعدين يناده قتل الأمير قتل الأمير حينئذ قال الآن أقيم للصلاة ونجى الله صاحبه هذا بفضل ما هذا العلم يا جماعة العلم 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 نوزعها صدق علم هذا علم ثم دع الله جل وعلا فكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فهم الزكي وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي أكررها فكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فهم الزكي وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا أنتقلوا إلى آخر أنتقلوا إلى آخر عجيب هذا الأمر بإذن الله الإمام أبو الحسن الماوردي الماوردي وأن تقل بعضه بالفتح على الماوردي رحمه الله رحمة واسعة شيخ الشفعي قيل هذا رجل كان إماما كان فقيها كان عالما كان إماما في العلم الشرعي لم يظهر أي من تصانيفه في حياة مخرش ولا كتاب في حياة مخرش ولا رسالة في حياته أبدا أبدا يجمع ويصنف ولما جنت منه المنية لما جاءته المنية لما كان في السكرات قال لمن يثق به من أهله جنبه طالب علم وهو من أهله من من الموثق فيهم ديانة قال له يا هذا كن بجواري انظر إلى هذا المكان أترى هذه التصانيف قال أراها قال هي كلها مصنفات أنا لم ألف أنا لمصنف لكن يا بني لا أدري أهي لله أم لا أهي خالصة لله أم لا أي بني كن بجواري ساعة السكرات وأنا أموت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ؟ مرحبا حياك الله معك محمد من مصر من ليبيا من مصري أهلا وسهلا يا اسم محمد أحبك في الله شيخ محمد أحبك الذي عبتني من أجل يا حبيبي ربنا يبرك فيك بالله عليك يا شيخ أعيد أسأل سؤال أهو أمر يا شيخ محمد تفضل يا حبيبي يعني ما بوظيفش على القرآن بمعنى صحي يعني مش دايما بقرر القرآن لكن ما برأة كتب دينية أو بقرر القرآن دايما بتاوب دايما بتاوب أنا برأة القرآن حاضر يا حبيبي أريحك بإذن الله بزاك الله وخيره أقوله بإذن الله يجي له على عشان برضو ما أقطع شيخات الموقف هذا أقوله بدون مداخلات معاه لغاية من هيه أبو الحسن الماور دي كان شيخ الشافعية يا جماعة إمام إمام شيخ إسلام هذا رجل جماعة لم يظهر شيئا من تصانيفي في عياته لما جاءت المنية قلت قال لمن يثق به خليك بالجواري لما ترى التصانيف دي قاله أنا اللي أصنفها أنا اللي ألفها كله لكن كن بجوار وانا بموت إن أنا شددت على يدك وضممت على يدك بقوة فلا تظهرها بل ألقيها في نهر ججلة روح رمهناك ليست لله ججلة وعلا ولكن إن بسطت لك يدي وما ضممت يدك بقوة فأظهرها للناس حتى يستفيد منها قال اشتدت عليه السكرات فوقفت بجواره وأمسكت يمينه وهو يموت إذ بسط يده ونظرت إلى وجهي فهو أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر فأعلمت أن الله جل وعلا قد كتب لها القبول بسبب إخلاصه فنشرتها قيل هو الحاوي تب الحاوي المهم وهذا من الإخلاص وهذا من التواضع وهذا من الانكسار لله جل وعلا ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا آخر نقطة بقى أعراض العلماء أنا تكلمت بما في الكفاة في النقاط السابقة هذه الحين أتكلم عن أعراض العلماء يا جماعة أعراض العلماء خطيرة خطيرة على أساس اللي يعني تكلم من الشيخ فلان كذا الشيخ فلان كذا الشيخ فلان من أهل السنة لا أخصر من المبتدعة ولا من الروافط ولا من الجهميين ولا من المرجئة ولا من الخوارج لا بكلم عن أهل السنة يقولك الشيخ فلندي ده كذا الشيخ فلندي ده كذا إوعى إوعى أنت بتاكل سم وإنت بتكلم فيه كده مش بتاكل لحم انت بتاكل سم سم والعياذ بالله يقول الإمام الحافظ المحجث الكبير ابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته واجعلني وإياك من الذين يتقونه ويخشونه ويتقونه حق تقاته مرة ثانية اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته واجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته بأن لحوم العلماء مسمومة وبأن عادة الله في يدك أستار منتقصهم معلومة وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب الله أكبر الله أكبر مرة ثانية اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته واجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته بأن لحوم العلماء مسمومة وبأن عادة الله في يدك أستار منتقصهم معلومة وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب ولذلك الأمر عظيم عظيم إمام آخر من أئمة أهل السنة والجماعة يقول أعراض العلماء على شفى جرف غار من النار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إزاك فضلت الشيخ حياكم الله الله يعزك ويكريبك ويزيدك علم على علماء الله يبارك فيك الله يبارك في حضرتك بقول لحضرتك نعم دي الوقت فيه ناس مشطاء بيعرفين وصول مثلا الصلاة السيام الكراءة الكرآن بس كراءة الكرآن من غير يعني التجويد أو كده بيكرؤوه بيختموه هل الفئة دي من الناس تخش في الجهل حضرتك بتتكلم عليه حاضر أوضح ها أوضح بإذن الله حاضر الله يعزك يا ربي ساكل لكل خير الله يكرمك حاضر تحتامري أقول بإذن الله يتجل وعنا نكتفي باب المداخلات على الساس أقدر آجب على الأسئلة وأكمل لنا عزوله يا جماعة إلا العلماء واحد تكلم عن أبي حنيفة أنا بقول له واحد تكلم سجلوها ليهو واحد تكلم عن أبي حنيفة في العاصر يا هذا يعني هذا رجل مات سعد على الممر ويتحدث في ذكات الفطر فقال قال أبو جيفة بلا ما يقول قال أبو حنيفة وآخر من دولة خليجية صغيرة هذا رجل أستاذ حديث أستاذ حديث بكلية شريعة هذا رجل يصنف رسالة صغيرة يقول فيها بأن أبو حنيفة تزندق مرار إلا مستفيد إلا تزندق هذا إه أبو حنيفة الذي كان يقوم الليلة كله ويبكي لله حتى يرحمه جيران أبو حنيفة هذا الذي قال عنه الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله رحمة واسعة في البداية والنهاية وهو في مداري ترجمة يقول أحد الأئمة الأربعة بل هو كبيرهم وعظيمهم أبو حنيفة الذي قال عنه الشافعي رحمه الله رحمة واسعة لو لا أبو حنيفة ما كان العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة يقول الكل عيال على أبي حنيفة إلى آخر لو ذكرت من تهيت كان من أعلم أهل الأرض في زمانه بشهادة مالك وبشهادة الجميع هذا يقول أبو جيفة وهذا يقول تزندق إيه المهم هذا لأل أبو جيفة بعدها بأشهر كان مع أهله ساذنا زوجته بأولاده أن تذهب لزيارة أهلها خرجوا أغلقوا عليه فضل في البيت دخل الحمام ما خرج من الحمام حتى بقي فيه أربعة أيام وهو ميت لا يدري به أحد فخرجت رائحة هنتنا فجاء الجيران وجاء المسؤولون ففتحوا البيت ودخلوا فإذا هو جيفة في الحمام والعياذ بالله الرحيم الرحمن لحوم العلماء مسمومة كذلك أوراد الإمام الخطيب في تاريخه بالنسبة لأبي هريرة هذا الذي قال حجثنا أبو هريرة أو قال أبو هريرة قال الآخر أبو هريرة كذاب مثل رافض أبو هريرة كذاب والله قالوا والله ما نتمهى حتى سقطت حية عظيمة من سقف الجدار عليه تجري خلفه تريد أن تلان منه إلا أنه صرخ فقال تبت إلى الله ولن أتحدث في أبي هريرة حينئذ قالوا فصرنا لا نراها قلسته أجيب على الأسئلة بها بإذن الله وياريت من الطعض يعني أي من البنوك الإسلامية أضع فيها مال عندنا بنوك إسلامية بإذن الله جل وعلا الفروع الإسلامية التي زكاها العلماء كأمثال الدكتور علي السالوس وغيره يا أختي بإذن الله على شهادة هذا الرجل الطيب الطاهر الذي نثق في دينه وفي أخلاقه وبذاته علامة في الاقتصاد المعاصر الإسلام علامة في البيوع ليس له نظير بإذن الله في هذا العصر أقول بالنسبة للبنوك اللي ذكرها على الرحمة بأنها إسلامية جائزة بإذن الله جل وعلا الأخ الحبيب بيقول كيف أخشى الله لك حلقة خاصة يا أخي عن الخشية من الله جل وعلا أرجو الله أن يرزقني وإياك الخشية منه الوصفات طبعا نقولت الأخي من الكتاب والسنة وذكرت يا جماعة لو أتيتكم بأقوال أهل العلم ولذلك الحلقة اللي جاية يوم السبت من ثمانية لتسعة هتحدث عن علاج السح كل اللي هذكره من الأئمة من أولهم لآخرهم طرق في علاج السح سأذكر اسم كل إمام المهم توفي ولم يصلي ما كانش بصلي أبدا أنا بقول بالنسبة لتارك الصلاة هذا أنا لي فيه يعني حلقة كاملة ساعة ونصف في قناة الرحمة ممكن يخذوها من على الموقع اللي يففر يا تارك الصلاة فر إلى الله أنا بينت تماما حكم قول الجمهور في هذه المسألة وقول الحنبلة في هذه المسألة وبالنسبة لتارك الصلاة طبعا عند الحنابلة عند الحنابلة هذا التارك حتى وإن كان كسلا هو كافر كفرا أكبرا في عندنا من الله براني يعني دع الحنابلة ولذلك إذا لم يصلي عليه هو على قول مذهبه أما عند الجمهور إن كان متكاسلا والمتكاسل والذي يصلي طار ويترك طار قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط قال أما والمتكاسل الذي يصلي طار ويترك طار فهذا في مشيئة الله من حديث عبادة بن الصامت الذي يقول النبي فيه خمس صلوات افترضهن الله على العباد إلى آخر حديث طال فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أي لم يقطع عليه بدخول الجهنم أبدا والعياذ بالله جل وعلا ولذلك فإن قول الجمهور فإن قول الجمهور في تارك الصلاة كسن والذي يصلي طار ويترك طار أنه ليس بكافر أما قول الحنابلة ولهم أقوال أربعة في تلك المسألة على أنه كافر حتى وإن ترك فرضا واحدا عامدا متعمدة يقولون بريئة منه الذمة وأؤكد على أن الحديث الذي استند إليه فقد بريئة منه ذمة محمد حديث ضعيف لأن فيه انقطع وده مش وقت الكلام في هذا الموضوع طبعا يعني المهم لكن جاحد الصلاة هذا كافر تارك الصلاة عامد متعمد لا هذا كافر طبعا والكلام فيه تفصيل طبعا يغتسع الملكان إلا على الملابس هل هو فتنة؟ نعم يجعل الملبس ملبس شهرة ملبس شهرة ولذلك فإن الملبس الذي يجب أن تلبسه المرأة له أوصاف ثمانية الرقم ثمانية رقم ثمانية من سبعة رقم ثمانية ألا يكون ملبس شهرة وهذا الملكان يجعله ملبس شهرة إذن يصير حراما طيب الأخي بيسأل لي أنا أقرأ القرآن وأتثائب أقرأ كتب شرعي وأتثائب هذا يا أخي لا يجل على أنك تعاني من شيء بل لأنك لم تقرأ كثيرا ولأنك ما أخذت على القراءة كثيرا ولأنك ما أطلت النظر في القرآن كثيرا ولا في الكتب الشرعية فإنك تتثائب ولكنك لو عودت خلايا المخ على كثرة الإطلاع يعني طالب العلم المعلوم عنه أنه يقرأ من سبع ساعات لإحدى عشر ساعة ولا يتثائب لأنه أخذ على ذلك زي اللي بيلعب كمان أجسم أو حديد يشيل مرة آه العضل آه آلام يه فيه معوار فيه هنا كذا لماذا؟ لأنه ما تعود على ذلك لكن إن تعود على ذلك ما يصير يتألم من شيء ولذلك الأخ أقول له طمئن ليس عندك شيء قرأت القرآن من غير تجويد هذا يا أختي بالنسبة لي أئمة التجويد يرون الإثم على من قرأ من غير تجويد ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا وردت للقرآن ترتيلا أما أنا فأقول بقول العلامة بن باس رحمه الله بقول العلامة بن عثيمين رحمه الله المجلد الأولى من فتاوى اللجنة الدائمة جمع عبدالعزيز المسلن طبع الدار الوطن في المجلد رقم واحد وأعتقد على ذاكرة الحين 374 قال في هذا بأن التجويد إنما شرع لتحسين الصوت لتحسين الصوت لتزيين الصوت ولم يرى الإمام بن باس أنه واجب ولم يرى الإمام بن عثيمين أنه واجب كذا من سبق الإثنين من أهل العلم من أئمتنا من أهل السنة والجماعة لذا فإن المتلاعث فيما له أجران بإذن الله جل وعلا من قوله صلى الله عليه وسلم والمتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران قال متعتع متعتع هذا المتعتع أن له بأحكام التجويد أعلم أن البعض يختلف معي في هذا الحكم لكني على هذا الحكم وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الصواب ولا أتعصب لرأيي المهم ولصل المسألة أسأل الله لآبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي للمشاهدين للمشاهدات لجميع المسلمين أسأل الله لهم البركة في العمر أسأل الله لهم السعادة أسأل الله لهم اليقين في هذا الدين أسأل الله أن يبارك فيهم وفي كل ما آتهم الله لهم من نعم وفي أولادهم وفي كل ما أعطاهم الله أسأل الله لهم الفردوس الأعلى وأن يجعل الأمة أمة المباركة وأن ينصرها على أعدائها وأن يمكن لها وأن يعيد لنا الأقصى الحزين من أيدي الهود الملاعين إنه لي ذلك والقادر عليه وأن يبرك في قناة الرحمة وفي العاملين عليها جميعا غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته